اطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة احدى مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الالكترونية وهي مبادرة المجمع الالكترونية التي تدعم الشركات والمؤسسات التجارية المرخصة والمزاولة للتجارة الالكترونية في ظل الاوضاع الراهنة التي تشهدها مملكة البحرين بسبب جائحة فيروس كورونا بهدف خلق بيئة شاملة للطلب الالكتروني وعرض المنتجات والتسويق لها عبر منصة متوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع تستمر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في متابعة حاجة المستهلكين واستقلال التطور الرغمي ففي آخرها أطلقت الوزارة المبادرة الوطنية الأولى من نوعها المجمع الالكتروني التي تضم السلع الاستهلاكية والمستلزمات لتسهل على المستهلكين التصفح والتسوق دون الحاجة لمقادرة المنزل مول دوت بيئتش هو أحد مبادرات الاستراتيجي الوطنية للتجارة الإلكترونية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكن تم الإسراع في تجشين هذه المبادرة تجاوبا مع ظرف جائحة كورونا هذه الإنجاز نحن فخورين فيه جدا عمل عليه فريق عمل بحريني من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتوجيه ودعم من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لأن التجارة الإلكترونية للجميع يتيح اليوم مول دوت بيئتش لجميع ممارسي التجارة الإلكترونية المسجلين في البحرين المجال للاشتراك كذلك يتيح المجال لجميع أصحاب الأعمال التجارية بالاستفادة والربط مع مزودي خدمات التجارة الإلكترونية المدرجين على مول دوت بيئتش وتأتي هذه المبادرة لتقدم الدعم والمساندة للشركات التجارية والمؤسسات الصقيرة والمتوسطة المرخصة وتحويل أنشطتها التجارية الحالية الاعتيادية إلى مجال التجارة الإلكترونية والتي بدورها ستساهم في توسيع انتشار هذه المؤسسات وتوسيع نطاق تعاملاتها الإلكترونية مضت بإشتراحة كانت مبادرة جدا ممتازة من سعادة الوزير وهذه المبادرة فادت شريحة كبيرة اليوم من القطاعات المختلفة الموجودة في الماركت أنها تتحول أونلاين وصل عندها أونلاين بريزنس وهذا البيزنس اليوم لقيناه بشكل جدا واضح أنه صار عندهم الإمكاني أن اليوم حتى في ظروف قاهرة في ظروف جدا صعبة أنه يزاول عمله بشكل طبيعي اليوم نقطة التحول تكون أنا شلون أتأقلم مع الظروف الموجودة حتى لو ما كنت أحصل على الأرباح المتوقعة ولكن أقلل من خسارتي أنا كمستخدم حق مول دوت بي أتش وفر لي طبعا خيارات متعددة حق المنتجات التي أحتاجها في ظل الوضع الحالي طبعا المنتجات تصالنا للبيت فهو فعليا نفس المجمع الإلكتروني وطبعا واحد يكون متطمن لما يشتري مننا لأنه يكون جميع السلع مرخصة من قبل وزارات الصناعة وتجارة السياحة هذا وتستمر مملكة البحرين بخطواتها المتقدمة من خلال استخدام التجارة الإلكترونية لأصحاب الشركات والتي ستمنح الزائرين السهولة في الوصول والبحث عن المعلومة من البضائع والخدمات كما أنها سترفع مستوى الوعي إلى جانب تعزي الثقة بأهمية التجارة الإلكترونية في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم من انتشار لفايروس كورونا لتنشيط حركة الاقتصاد ولخلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية مملكة البحرين تطلق المجمع الإلكتروني ليكون بمثابة مجمع متكامل للتسوق دون مقادرة المستهلكين منازلهم طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر